وصلت استلزمت حصول العلم يعني باقي يوجد كلاب على شرط أربعة غير قضية إفادة ماذا؟ وهي قضية إفادة العلم مأخوذة بالأساس من الشرط الثالث اللي هو يستحيلوا تواطؤهم على الكذب أو وقوعوا منهم اتفاق لما نقول مثلاً عدد كثير هذي وحده لا يفيد العلم لما نقول عدد كثير في كل طبقة كذلك لا يفيد العلم لكن لما نقول تحيلوا لعادة اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب هذي من شأنه أن يفيد ماذا؟ ماذا؟ وقد يقالوا يعني هنا لما يذكر مثل هذا الكلام وكأن ابن حجر اعتبر الانضياف هذا يعتبرهم شرطاً رابعاً واعترض عليه وأقر ذلك الاعتراض وقد يقالوا إن شروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلمي إشقال وهو كذلك في الغالبين واضح أم لا؟ لكن قد يتخلف عن البعض المانع إلى آخر إذا تخلف أحد هذه الشروط وبالتالي سوف تتخلف إفادة العلم يعني لذاته ويخرج عن دائرة المتواتر حكينا على المحتفظ بالقرآن شوف أحنا يمكن أن نتكلم على العلم عموماً وعلى العلم باعتباره مرتبة إذا تكلمنا على العلم باعتبار أنه له مراتب فيوجد العلم والظن والشك والوهم والخيال لكن هنا لما نتكلم على العلم دون أن نقيده ونريد به اليقين لكن هذا اليقين قد يقرأ بالخبر المتواتر وهذا ما سماه يعني العلماء يعني أو حكموا فيه على المتواتر بأنه يفيد العلم الضروري يعني لا يحتاج إلى مؤيدات ولا يحتاج إلى مضر بل هو يفيده هكذا يعني آلياً بده هذا والعلم النظري يعني يمكن أن يستفاد من غير المتواتر لكن لا بد له من قرائن أخرى تعينه يعني احنا وذي فيما الدعاء أجديد اللي صيحة أجديدة حاولوا يخرجوا بها في الحجاز وغيرها وليس يلغيوا منظومة الفقر قالوا وَلَنْ نَعْتَمِدَ إِلَّا الْمُتَوَاتِرِ عَرْشَ اسمعتوا بها مؤخراً وهو ربيس تيه هو تتفاهم الخطأ ما يأكد علي وهي أقرب ما تكون المسألة هذه يعني أنك أجمع اللي يدعو لهم قرآنيين يعني يزوروا نبواتنا ويريدوا أن يلغوا يعني المنظومة الفقهية ويرغوا يعني الثوابة التي تتحدث شوف الخبر المتودر يفيد اليقين باعتبار ذاته دون أن يحتاج إلى أن يحتفى بقريرة أخرى لكن هل يعني ذلك أن كل ما جاء كل ما كان علاوة على المتواتر يعني وطبعا هو قليل جدا يعني في موسوعة الإسلامية يعني اللي مشجينا بعد حكام ربما يعني الصلاة والصيام وغيرها من الأحكام يعني هل كلها في حيث الظن وليست يقينية لا، الخبر الواحد إذا احتفى بقرائن أخرى وبمؤيدات أخرى فيرتقي كذلك إلى درجة العلم لكن العلم هذا ليس نسميه علم ضروري بل هو علم ماذا؟ نظري وذي اللي قالوا هل ما قالوا؟ أنا بعد ما اتكرر للشروط الأربع الدكتور محمود رحمه الله يقول حكمه يعني المتواتر قال المتواتر يفيد العلم الضرورية أي اليقينية الذي يضطر الإنسان إلى تصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه يعني هنا تبرز قوة المتواتر في أنه يفيد العلم دون أن يحتاج إلى مثلا قرينة أخرى أما الأخبار الأخرى وإن لم تكن متواترة هي باعتبار ذاتها لا ترتقي إلى درجة اليقين لكنها إذا احتفت بقرائن أخرى مثل ما رأينا مثلا في حديث لوصية اليوارث شفناها ولا؟ وغيرها يعني من الأمور تحتف بقرائن أخرى وترتقي لذلك الحكم إلى درجة اليقين يقين النظر أي طبعا هو يقين لما نتكلم على نظري والضروري هو طريق الوصول إلى ذلك اليقين لكن المنتهى هو يقين لكن هذا وصلنا إليه بسهولة باعتبار أن هذا الخبر يعني استند إلى ركائز قوية جدا والآخر وصلنا كذلك إلى يقين ولكن ركائزه باعتبار السندي والرجال ليست من تلك القوة لكن كانت لها مؤيدات أخرى وقرائن أخرى جعلتها تفيد اليقين كما أقول لله المثل الأعلى سعادة يبنيتها تركها عرصة قوية برشة سعادة تركها صقفة ليست قوية لكن يزيدوها كالركبة يقولون جماعة المناكب مناكب غيرها وتولي كذلك تقريبا تقريبا بنفس القرى هذا يوجد صفعة قوية في وجهة الذين يدعون أن المنظومة الفقهية باعتبارنا فيها اختلافة لا تفيد اليقين وكلها داخلها في حيز الظلم طيب وكذلك قضية المشهور يعني ليس كله لما تكلم على المشهور تكلم على المشهور يعني عند العامل هيا لحظة دين ها أيوة اشقال قال وما دخل في اتفادة العلم أنه كان مشهورا فقط هنا يعني اكتبت بالمعنى اللغوي عندي في الحاشل عندي يعني مشهور ليس بالمعنى الاصطلاحي لأنه بالمعنى الاصطلاحي يكون المشهور هو غير المتواتر يعني المشهور كان عند جروتها أكثر من اثنين وإلى ما هو دون حد المتواتر فهذا لما نتكلم على المشهور الاصطلاحي أما إذا تكلمنا عن المشهور اللغوي فيدخل فيه المتواتر ويدخل فيه كدلك غير المتواتر الشيخ المشهور الاصطلاحي يذكر فيه كل ما هو فوق العزيز ودون المتواتر نعم يعني ليس مقيد بثلاثة لا لا ليس مقيد مقيد بما فوق ثلاثة ودون حد التواتر ودون حد التواتر لكن يبقى لأن البحث المتواتر لم يذكر في الأصل في أصل النخبة لأنه من بحث أصول الفقه يعني هذه الشروط وأنه تستحيل ويطواطئهم على الكذب هذا في الأصل هو من بحث أصول الفقه فلما نتكلم على المشهور والغريب والعزيز نحن نتكلم عن عدد الروادي فقط تقسيم للحديث باعتبار عدد الروادي بقطع نظري عن أحوالهم لكن لما نتكلم على المتواتر نتكلم على هذا القسم باعتبار عدد رواديه وباعتبار أحوالهم يعني لو كان عددهم كثيرا جدا لكنهم يعني باعتبار حالهم أو إقاماتهم أو معاصرتهم لبعضهم لا يتنتق درجتهم إلى أن تحيل العادة وتواطؤهم على الكذب فيصبح غير متواتر فالمتواتر لا يرعى فيه جانب العدد فقط يرعى فيه جانب الكم والكيف أما المشهور والعزيز والغريب بالمعنى الاصطلاحي يرعى فيه جانب الكم فقط وتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هذا يرعى فيه الكيف دون الكم قد يكون الراوي واحد قد يكون اثنين قد يكون أكثر هذا لا يؤثر في الصحة والضعف وإنما يؤثر في كوني مشهور وعزيز وغريب أو غير ذلك قد يكون هذا لا لا مكتبين عندكم في المثلاء ومشي جينا ماذا؟ أرى؟ وليس كذلك يعني أنت أنت على تواتر النصارى على؟ تواتر النصارى مثلا على صند المسيح أي مثلا لأنه وإن كان ربما عدده بكثير لكن العادة لا تحيل طواطوهم على الكيف يعني الكيف أنت على تواتر النصارى طبعا طبعا الكم ربما يوافقون ذلك لكننا ننسى في كل الطبقات لكن الكيف طبعا لأن الخبر ذاع وليس كلهم يعني شاهد لا يوجد منهم من شاهد ذلك أعين وإشتهر هذا يعني مشتهر يعني عرفا أو مشتهر بالمعنى اللغوي ولكنه ليس يعني لا يرتقي لدرجة التواتر باية أي نواصل ملأ ونوصل نحن قلنا هم؟ إفائدة من الصلاح إفائدة من الصلاح نعم خفض السيخ قاله صلى الله عليه وسلم الله تعالى فائدة ذكر المصلاح أن المثار المتواجر على التفسير المتفجر يعز وجوده إلا أن يبدع ذلك في حديث من كذب علي وما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غير من العدل لأن ذلك نشأ عن خلة اطلاعا على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المغترية لإبعاد العادة أن يتواطعوا على أكاديم أو يحصل منه بالكفاقة ومن أحسن ما يقلب من كبه المتواتر موجودا موجودة كثرة في الأحاديث وجوده 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 ومن أحسن عندك ومنك كثرة ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا موجودة كثرة أي وجودة لماذا منصوبة ومن أحسن ما يقرر به كذا هذا ليس يكون خبر مقدم وجود كثرة في الأحاديث هو مبتدى مؤخر وجود كثرة في الأحاديث هذا مبتدى هو من أحسن ما يقرر به كذا وكذا الكذا كون المتواتر موجودا يعني أن قضيتنا أو أن هناك من أنكر وجود المتواتر أصلا منهم من قال أنه يعني نادر جدا فهذا هذا القول يعني هو مردود ونحن سنقرر عكسه نقرر بمعنى نؤكد نؤكد أن المتواتر ماذا موجودا من أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا من أحسن ما يؤكد به أن هذه القضية يعني قضيتنا فيه ملغات وأنه ثابت وموجود ماذا وجود كثرة في الأحاديث وجود كثرة في الأحاديث أن أن الكتب المشهورة المتدولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا إلى آخره هذا هو الخبص يعني موجودا وجود كثرة فموجودا وجود كثرة موجودا مش تكون مفعول مطلق وهي موصوفة ووجود كثرة سوف تكون صفته ولا يمكن اعتباره موجودا يعني صغط اسم مفعول وكأنه يقول وجد وجودا وجودا كثرة أو وجودا كثرة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى المصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث متعدد متعددا تحيل العادة وضوطؤهم على الكذبين لآخر شروط أفاد العلم اليقينية بصحة إلى قائلين ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير وماذا ما تكلمنا عنه قبل قليل وأن هناك أحاديث هي باعتبار ذاتها أحد لكنها تحتف ببعضها وتتعدد طرقها إلى غير ذلك فتصير ماذا تصير في حكم يعني تفيد اليقين تفيد العلم اليقيني اللي هي مسألة الحكم الذي يفيده المتواتر نعم والثاني وهو أول وأبسام الأحادي أي قبل الثاني هنا على ذلك مش نذكر نبدأ يعني بالنسبة للأحاديث المتواترة ثم هناك متواتر باللفظ وهناك متواتر بالمعنى نعم الأحاديث المتواترة باللفظ ربما هي قليلة لكن هذه القلة مقارنة بالعدد الكثير الموجود للأحاديث الأخر التي هي موجود في السنان الأربعة في الصحيحية وفي المسانيد وفي المستدركات وغير ذلك من كتب الحاديث كذلك المعنى يكون موجود في عدد كثير من الروايات ومع عدد كبير من الروايات تحيل العادة تواطئهم على الكذب وإن كانت المواطن التي ذكر فيها هذا المعنى مختلفة مثال ذلك قال مثل الحديث رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين في الدعاء يعني هذية قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في نحو مئة حديث وهنا نتكلم طبعا على المرفوع أما الحديث الموقوف على الصحابة فكذلك عددها كثير جدا قال كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك بينها يعني جميعا هو الرفع عند الدعاء وهذا يتواتر باعتبار مجموعة الطرق ذكر الحديث مثل حديث لا باستسقى حديث غزوة بدر وذكر الرجل يرفع يديه يعني ومطعم وحرام ومشارك وحرام إلى آخر فمجموعة الأحاديث التي ذكر فيها ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التواتر بالنسبة لها النقطة هذه لكن هناك مواطن يعني تقريبا أجمع العلماء على استحباب رفع اليدين فيها هناك مواطن تقريبا أجمع على عدم الرفع مثلا من المواطن التي أجمع فيها مثل صلاة دعاء الاستسقاء أو الدعاء عموما المواطن التي اتفقوا على أنه لا ترفع فيها اليدين بالنسبة مثلا للخطيب أثناء دعاء الخطبة فقد ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأسبوعي إلا إذا كان استسقى يرفع يديه استسقى في الخطبة ونعرف حديث سيدنا أبو ذرن على ما أذكر رأى أحد خلفاء بن أمية يرفع يديه في الخطبة فقال قبح الله هاتين الوديتين القصيرتين فلقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يزيد على دعاء في الخطبة على أن يقول بأسبوعه هكذا ثانيا المسألة عليها شبه اتفاق وهناك مسائل مسكوت عنها يعني لم يذكر فيها أنه رفع ولم يذكر فيها أنه لم يرفع العجب من يجعل هذا الأمر يعني بدع وقد ثبت يعني بدوته مثلا من المواطن المختلف فيها هو المأموم أثناء الدعاء للخطبة طلال الإمام يبدو يدعو يهز في صبعه فشنو المأموم هنين كانوا لا يرفعون أيديهم فاختلف الآيين الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد ثلاثة قالوا المستحب بنسبة المأموم أن يرفع يديه باعتبار أنه لم يذكر هذا ولا ذاك فنرجع للأصل والأصل في هيئة الذي يدعو أنه يشير يرفع يديه حتى الإنسان الأبكم إذا أراد أن يدل على معنى دعاء فيرفع يديه في ذلك إشارة إلى الدعاء الإمام شافعي رحمه الله قال الأصل في الإنسان أنه بقطع نظر عن كونه دعاء الأصل في هيئة الإنسان أنه يرسل يديه فالإمام شافعي قال باستحباب عدم الرخم لكن لم يقل أي واحد من من يعتد بقول إن من رفع يديها من المأمومين أثناء دعاء الخطرة فقد فعل بدعت هذا هذا القول هو بدعة هو جبوه يعني أجدي وقال البعض ما شاء الله يجاب مسألة جديدة هو مأموم وليهز في صبعه هو الإمام يبدأ هو عام صبعه يود أنت إمام ويطلع على المنبر والصبع كيف أما هذا الأمر ذكر خاصة بالإمام ولم يؤثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في أي موطن أن أحدهم كان يدعو يعني كان يرفع وإسباعه بيضي على ذكر يعني مسألة الدعافة العجب ينسب هذا الفعل للبدعة هو ثبت يعني بالموصص المتواتر ربما بعض المواطن كذلك التي فيها أدعي أذوات أسبوع مثل الدعاء للدخول للبيت الدعاء للخروج من البيت الدعاء للخلال هذه كذلك مواطن يعني استحب العلماء فيها عدم الرفق جيد أما مطلق الدعاء ودعاء بعض الصلوات وغير ذلك من المواطن فننقصوها على مختلف العلماء في الدعاء الخطبة بالنسبة للمأمون يعني الأصل الجمهور قالوا أنه مستحب باعتبار الأصل في غيئة الذي يدعو أن يرفع يديه وغيرهم قال أن الأصل أن لا يرفع يديه ماذا لم ينصر من هنا ولمن هنا طيب هذي ما قلنا المتواتر ماذا المعلم ووجوده قال يوجد عدد لبأس به من الأحاديث المتواترة منها حديث الحوم وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نظر الله مرئا وغيرها كثير لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الأحاد لوجدنا أن الأحاد عفوا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إليها يعني المتواترة قليلة بالنسبة للأحاد لا باعتبار ذاتها وأشهر المصنفات فيها الإمام السيوطي رحمه الله ألف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة رسالة يعني فيها ومرطبة على أبواب يعني معينة كذلك ألف السيوطي رحمه الله قف الأزهار فيما تواتر من الأخبار عما ألكم وهو تلخيص لكتاب السابق والشيخ الإمام محمد بن جعف الكتاني رحمه الله ألف نظم المتناثر في الحديث المتواتر هذه يعني بعض المؤلفات في هذا الكتاب ما هي الشيخ يريدون المتواتر بالعجلسان بالعجلسان لا لا هو المتواتر معنوي المعنوي أو المتواتر اللفظي يعني كلها فيها عدد كثير وتواتر سندوان لكن المتواتر اللفظ ربما هو الذي قل مقارنة بالمعنوي يعني هو تواتر لفظ المعنى مثل الحديث من كذب عليه متعمد نظر اللهم لأن سمع منا مقالة إلى آخرين أما المتواتر معنى يعني أنا لما نجي مثلا من المتواتر معنى مثلا أنا ذكر رفع اليدين في الدعاء فلما نجي مثلا لكون الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه مثلا في الاستسقاء فكالحديث ذكر الخاص بالاستسقاء لم يرتقي إلى درجة المتواتر حديث صحيح وفيها عدد كثير من الرواد لكن لم يصل إلى درجة المتواتر ونجي مثلا الموطن آخر نجده ذكر رفع اليدين مثلا في وقعة بدر رفع يديه يعني حتى سقط رداؤه عن كتفه الشريفين ونجد وكذلك الحديث يا أيها ناس من الله قد أمركم بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالح وقال يا أيها الناس كل من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ثم ذكر الرجل أشعى فأغضر يطيل السفرة يرفع يديه فشفت هنا لما نجي الحديث هذي واحد وكذلك ليس المتواتر لكن هذا تجمع مع حديث غزوة بدر وتجمع مع حديث الاستسقاط وتجمع مع حديث أخرى كثيرة فيصير المشترك بين كل هذه بلغ كثرة تحيل العادة تواطئهم عن الكذب وأنه كان إذا يدعو يعني يصحب ذلك الفعل وهو الدعاء يصحبه ماذا رفع اليدين فنقول أن رفع اليدين في الدعاء هو ثبت بسند متواتر والتواتر معنوي ليس تواترا ماذا نفضي هذا الفرح لنه الحاشر جمع عن حديث في كتاب ونظر 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 وقال جمع في كتاب ونظر 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 هذا هو الراجح وأن المتواتر يعني لما نتكلم على العدد وأنه أرجح الأخوال أن لا يقل العدد وعن عشر لكن يمكن تجد حديث في رواته أكثر من عشرة ولكنه ليس متواتر لأننا قلنا دائما أن المتواتر لا يرعى فيه جانب العدد فقط العدد وزد عليه أن تحيل العدد وتواطؤهم على الكذب يعني تختلف أمكنتهم ومواطنهم بحيث أنه ربما هم لم يلتقوا ولكن يرون نفس الكلام ومواطنهم فهو يدل على صدق والثاني وهو أول أقسام الآحات لا له طرق محصورة لأكثر من اثنين وهو المشروف عند المحدثين نعم الثاني هو قال في متنه قال إما أن يكون بلا حصر عدد معين أو عند المثل قدامنا يقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فهنا الثاني المقصود به يعني بما مع حصر بما فوق الاثنين الثاني قال وهو أول أقسام الأحد بلا طرق محصورة بأكثر من من اثنين نعم وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك الوضوح وهو المستخد على رأي جماعة أئمة الفقهاء بعض الفقهاء يعني قالوا المشهور خلينا نسميه ماذا نسميه المستخد وتركوا كلمة المشهور يعني في المشهور على الألسن المشهور اللغوي وبعض يعني يعني هو لم يجتمع العلماء في ندوة العلمية وقرروا قالوا هاو المشهور نعني به كذا ولكن الذين جاءوا بعدهم تتبعوا كلامهم ووجدوا يعني هذه الاستعمالات فاستخلصوا منها أن المشهور يراد به كذا والعزيز يراد به كذا فوجدوا أن البعض يعني يربط تصمية المشهور بما يعني فهمنا منه أنه دون المتواتر وفوق العزيز وبعض فهم أن هذا النوع من الحديث يسمونه ماذا مستفيد على رأي جماعة من الأيمة الفقراء سمي بذلك الانتشار من فاض الماء يفيض فيضا ومنهم من غاير بين المستفيد والمشهور بأن المستفيد يكون في ابتدائه وانتهاء سوا والمشهور أعام من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن شوف مشاهد ثم نقطة أخرى مهمة يعني المحدثون لما تكلموا عن أقسام الأحاديث قالوا هذا حديث مثلا ضعيف أو حسن أو صحيح وغير ذلك فهم ذكروا النوع وذكروا كذلك الحكم وبمثل ذلك بحث المتواتر وقالوا إن المتواتر يفيدوا العلم وغير المتواتر لا يفيدوا لكن دائما فهم أو حكم الفقهاء يكون أعام لأن المحدثين إذا نظروا إلى الحديث باعتبار نفسه لا باعتبار غيره لما يتكلموا على المشهور وإلا على العزيز وغيره يقول لك هذا مقبول هذا يستدل به وهذا لا يستدل به أيما الفقهة والأصليون ينظرون إلى الخبر ولا باعتبار نفسه فقط بل ينظرون إلى قضايا أخرى وذلك لما ذكرنا ابن حجر رحمه الله وأن الأحادي يمكن أن يفيد العلم النظرية إذا احتفظ بالقرار قال لك لم نذكر هذا الكلام في الأصل لأنه ليس من بحث علم الإسناد بل هو من بحث علم الأصول وهذا الأمر الذي لم تفهمه الطائف المبدع في هذا الزمن يعني يأخذون أحكام المحدثين ويسلطونها تسليطا الفقهاء يعني هو لما يجد محدث من المحدثين قال إن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو لا يحتج به يعني المحدث نظر إلى ذلك الحديث فقط أما الفقيه فينظر إلى كل ما يتعلق بتلك المسألة من أدلة ومنه يعني تعريف علم الفقه الفقه لغة هو الفهم واصطلاحه هو العلم بالمسائل العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية فالفقيه ينظر إلى المسألة من جميع الزواء وذلك علاوش لا ينبغي أن يستدل بعضهم إذا صح الحديث فهو مذهب لأن الذي قال الفقيه وليس محدث في فرق بين الصحة الفقهية وبين الصحة الإسنادية أو الحديثية يعني قال الإمام أحمد والإمام أحمد معروف على أنه إمام فقه طبعا الوصف بكونه فقيه يكون عم يعني وأرقى من الوصف بالمحدث الإمام الترميذي رحمه الله محدث وليس يعني فقي لأن تجد يذكر الحديث يذكر درجة الصحة والضعف ويذكر يقول هذا مذهب أبي حنيفة يقول أهل الكوفة إشارة إلى أبي حنيفة وصحيبي وبه قال مالك ولا وبه قال يعني الشافعي وبه قال أحمد أو وبه قال الثوري لم يقل في مرة وبه أقول لهذا هو مذهبي لا هو شافعي وبعض يقول يعني هو حملي يعني في مسلكه فهو يذكر الحديث يذكر درجته باعتبار الرجال الذين يعني رووه والطريق الذي رووه لكن هل يصمت منه مسألة الفقهية هذه وظيفة الفقه فالفقه ينظر إلى ذلك الحديث وإلى غيره الإمام البخاري رحمه مختلف فيه بعض قال هو حملي وبعض قال هو مجتهد والدعاء وكونه مجتهد يعني من طريقته في وضع العنوين لأنه لما يضع العنوين في صحيحه الجامع فتظهر منها كيفية تستنباط مسألة فقه يقولك بابك راهتي كذا بابك كذا فمن هذا أخذ بعضهم أنه مجتهد لكن مما فقه أي فقه لما نقوله فقه نقصد به استنبط الأحكام من الأدل ومما يستدل به على عدم كونه مجتهد هو تلميذه الإمام التلميذ الإمام التلميذ هو تلميذ البخاري لم يقل في مرة من المرات في سننه وهذا مذهب محمد بن إسماعيل البخاري ذكر الإمام البخاري في صناعة الحديث يذكر رواية من الروايات يقول وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال لا أعرفه لكن لم يذكره في عداد الذين اعتمدوا مثلا حديثا من الأحاديث في إثبات مسألة فقية أو حكم شرعي وإن كان هو شيخ إذا علم الإمام التلميذ أنه يعني مجتهد يعني كان هو أولى الناس بأن يثبت مذهب أستاذه وشيخه وهناك أحاديث كثيرة مروية في البخاري ومروية كذلك في سنن الإمام التلميذ طيب أي أخذ لكن لما نقول التلميذ كيف كيف فيه فرق بين التلميذ في علم الحديث والتلميذ في علم الفقه لما نقول الإمام القاضي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة ولا ابن قاسم تلميذ الإمام مالك يعني هو أخذ عنه مذهبه واعتمد وصوله في إثبات الأحكام الفقهية أما لما نتكلم على صناعة الحديث الإمام محمد بن الحسن الشيباني هو تلميذ الإمام مالك لا نقول الإمام محمد بن الحسن مالكي بالعكس ويناقش المالكية في كثير من المسال بل حنف الموطى يعني نعلم جميعا أن الموطى يرويه له روايات كثيرة وأشارها رواية الإمام يحي وهناك روايات الإمام محمد بن الحسن الشيباني للموطى وإنما موطأين ونظرتش هنا في تونس قول شوى الموطأين خلقت من موطأ جديد لا نقرر الموطأ الإمام مالك رحمه الله برواية الإمام يحي ونقرر الموطأ برواية الإمام محمد وأقحم فيه يعني مسائل كثيرة بعض الحديث نظر إليها بطريقة جعلها تؤيد المذهب الحنفي وذكر فيه بعض روايات عن أبي حنيفة في موطأ الإمام محمد وربما حذف بعض الأمور الإمام مالك ذكر مسائل كثيرة فقهية في الموطأ فهو تلميذ الإمام مالك في صناعة الحديث لكنه في الفقه وعى على مذهب شيخه أبي حنيفة فلما تقول الإمام البخاري أخذ عن الإمام أحمد أخذ عن إمام أحمد الحديث هل أخذ عنه الفقه هذين لم يذكر ففرق بين التلميذ في صناعة الحديث والتلميذ في صناعة الفقه نعم واصلين وقال والمستفيد على رأي جماعت من أئمة الغائف والمشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية الأخرى وليس من باحث هذا الفهم يعني المستفيد بعضهم قال لا لابد أن تكون نفس الكثرة من بداية إلى نهاية بعضهم قال لا هذا ليس من باحث نعم المفيد يعني فيه قول أن المستفيد مرادف للمشهور وبعضهم لا يعتبرهم مرادف نعم ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الأنسينة فيشمل ماله بسنال واحد فصاعدا بل ما لا يوجد منه بسنال أصلا نعم شوف هذا هو الذي تكلم عنه يعني المشهور الإصطلاحي المشهور عند المحدثين هو ما رواه ثلاثة رواد فأكثر إلى حد دون أن يبلغ حد التوتر هذه المشهور قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا هذا المشهور الذي ذكرنا وهناك مشهور آخر وهو المشتهر على الألسنة وبالنسبة للمشتهر على الألسنة يعني فيه نماذج جميلة هنا ذكرها الدكتور شوف قال 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 هذا يسمى قال المشهور الإصطلاحي المشهور الإصطلاحي يسمى كذلك مصطفيدا قال ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبدو حد التوتر وهذا المشهور الذي تكلم عنه ابن حجر به المشهور غير الإصطلاحي قال هو ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبره فيشمل ما له إسناد واحد يشمل ما له أكثر من إسناد ما لا يوجد له إسناد أصلا ولاحظوا أن الدكتور محمود الطحان هنا رحمه الله تقريباً تقريباً نقل نفس عبارة ابن حجر في كتابه أنواع المشهور غير الإصطلاحي قال له أنواع كثيرة قال هناك حديث مشهور بين أهل الحديث خاصة مثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهراً بعد الركوع يدوى على رعلة وذكوان الحديث هذا موجود في الصحيحين ومشتهر عند المحدثين حديث آخر مشتهر بين أهل الحديث والعلماء والعوان المسلم ومن سلم المسلمون باللسان ويده مشتهر على الألسن أوه كذلك صحيح يعني هوه المخاري ومسلم فما حديث مشتهر بين الفقهاء أبغض الحلال عند الله أو أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا خاصة في مباحث الفقه وصول الفقه يذكر كثيراً هذا الحديث لا يوجد في الصحيحين قال ذكره الحاكم في مستدركه يعني وقال صحيح ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله موجود حديث مشهور بين النحات عند علماء النحو اللي هو نعم العبد صهيب إنه لم يخاف الله لم يعصيه هذا الحديث لا أصل له ولكن هو مشتهر عن تكون عند علماء النحو مشهور بين العام حديث العجلة من الشيطان خرجه الإمام الترمذي وحسنه فهنا المشهور قد يكون صحيحا قد يكون بعيفا قد يكون لا يعني لا أصل له وذكرتكم أفضل الإمام السخاوي رحمه الله ألف رسالة جميلة كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسن يعني من الأحاديث وكذلك فما يعني الإمام العجلون يألف كتاب قال كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس وابن الديبع الشيباني ألف تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث يعني هذه تجد فيها الأحاديث التي اشتهرت يعني عموما ويذكر لك يعني سندها لها مما يحتج به أو مما لا لا يحتج به الكتاب التعليمي السخاوي يعني المقاص الحسنة يعني يرتبه على نظام الحروف الأب جديد يعني الحرف الذي يبدأ به يبدأ بالأليف ثم بعد بالباء وهذا النجر يريدون أن نشتهر على أسين العوام والاستلاحة مشهور هو عندما تكلم على الناس الناس يدخل فيهم العوام والنروحات وغيرهم كل أي هذا وهذا الذي نعنا به هنا نحن لا ندرس كتب النحات فقط ولا ندرس كتب المحدثين فقط أو كتب الفقهة فقط نحن نشوف المشتهر يعني عمومنا هو تقسيم هذا ذكره باعتبار التتبعي بعض حتى الأحاديث مشهورة على أسين العوام بعض الأحاديث مشهورة على أسين العوام بعض حتى موضوع طبعا أي يذكر عدد كبير من الأحاديث مشهورة وهي موضوعة مثلا بعض الأحاديث القدوسية اشتهرت على ألسن الناس ولكن سندها موضوع فيه من هو كذاب نعم أي كمنا والثالث العزيز وهو ألا يربيه أقل من إذن عفليم وسمي بذلك أما لقلة وجوده وأما لكون عز أي قوية لمجيئه من طريق الأخرى ذكر لنا وجه التسمي العزيز هو ما وجد في طبقة من طبقاته يعني رويان ليس أقل منهما يعني رويان يمكن يمكن يكون في كل الطبقات رويان فقط وهذا لا أعلم لأنه لنموذج أو نموذجين فقط وإلا يكون ربما لعدد أكثر من الثنين لكن جاء في طبقة من الطبقات يعني أصال اثنين يعني لما ننظر للطبقات جميعا فنجد أقل موجد فيها هو رويان في الحديث هذا يتسمى عزيز إذا كان روي واحد هم مش تشوف ويتسمى غريب علش تسمى عزيز بعضهم قال لندرته إن الشيء العزيز هو قليل لأن نماذجه يعني الحديث هذا الذي يوجد في طبقات أقل شيء رويان قليل فسمي بذلك عزيز وبعضهم قال عزيز استنادا لقوله تعالى فعززنا بثالث ويتفرع عليه قول البعط مشهور مروي وفوق ما ثلاثة فبعض يعتبر العزيز ما كان في طبقة من طبقاته أقل شيء ثلاثة روات لكن القول هذا مرجوع و القول المعتمد أن العزيز ما وجد أقل شيء في طبقاته رويا نعم ما نبينلنا وجه التسنين يأما أنه عزز الأول بالثاني وذكع السماء عزيز وإلا لندرته وليس خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة الجبائي قالك جعل الحديث الغريب دائما ضعيفا فهذا نذهب الجبائي من المعتزلة أما الجمهور أهل السنة فقد يكونوا راوي واحدا مش بمعنى الأحد بمعنى واحد راوي واحد ولكن لا يمنع أن يكون صحيحا نعم وإليه يومي الكلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عن وسط الجهالة بأن يكون لهم راويان ثم يتداولهم أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة حسنا وإنه كأن الحاكم اعتبر الذي يرويه راوي واحد لم يعتبره صحيح وصرح 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 القاضي المبكر العربي في شرح المخاري لأن ذلك شرح المخاري وأجاب عمر قرد عليه من ذلك بجواب في نظره لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروي عن عمر إلا عن قمن قال قلنا قد خاطب بي رمض على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنهم كثفاء فهذا مذهب البعض أنهم لا يعتبروا الحديث الغريب صحيح يشتلطوا أن يكون له أقل شيء راويا اعترض بحديث يعني إنما الأعمال بالنيات ورد بهذا الرد نعم وتعقب بأنه لا يلزم من كون سكت عنه أن يكون سمعوه من غيره وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد عنقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن عنقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على النور الصحيح المعروف عند المحدثين طيب هل تقول العركة هذه يعني هو ما استقر عليه قول الجمهور أن الغريبة يمكن أن يكون صحيح بعضهم يعني طبعا هنا أبو علي جبائي يعني هذا هو مذهبه قال أعتبر الحديث الغريب أعتبره غير صحيح لا يكون صحيح إلا إذا كان هناك راوية فقط غيره نسب هذا القول للإمام البخاري قال قال الإمام البخاري رحمه الله اشترط ولم يصرح الإمام البخاري هنا الإمام الحازم ينكر شروط الأيم الخمسة بسالة جميلة جدا قال إن البخاري اشترط ذلك قال كيف يشترد ذلك وقد افتتح كتابه بحديث يعني فيه رواة يعني عددهم وح تفرد فيها أول شيء يعني سيد عمر رضي الله عنه ولم يره عن عمر إلا علق قال لا عمر كان يخطب بهذا الحديث ويسمعه يعني الصحابة فلو لم يكونوا هم سمعوه كذلك لأنكروا عليه هذا الحديث شيء يقول هنا هذا القول تعقب لا يا أخي هو مدام سيد عمر ثقة عندهم وسمعوه منهم ينكرونه لو سمعوا خلافهم أو لو سمعوا شيء يعني يتناقض مع ما تواثر لديهم مما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم أما هو سمع خبرا لم يسمعوه فهذا ليس بخادح في ذلك الخبر ولا يعني أنهم كذلك سمعوه قال ولو تنزلنا وقلنا طيب سيد الصحابة سمعوه من عمر ورضوا لأنهم هم سمعوا كذلك أي وما نقول في في علقما هو لم يرويه من التابعين غيره يرويه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيد بوسعي وبالرغم من ذلك ذكره الإمام البخاري يعني في مفتتح يعني صحيحه فهذا يندل فهو يدل على أنه لا يشترد التثنية في الرواد ليصير الحديث ماذا صحيح وهو الذي سمى كتابه بالصحيح ده اسم الكامل الصحيح البخاري وهذا يسمي الشهر الصحيح البخاري أما اسمه الكامل الجامع المسند الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنانه وإيامه وفي رواية من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنانه وإيامه فهو التزم الصحة في صحيحه وبدأ أول ما بدأ بحديث يعني غريب فهذا يندل فهو يدل على أن الغريب عنده صحيح إذا توفرت الشروط في رجاله نعم وقد وردت لهم متابعات وكذلك يسلم جوابه في غير حديث عمر قال ابن روشيد ولقد كان يكفي القاضية روشيد 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 كقريش مكتوب هنا في الحاجة قال ابن روشيد نعم ولقد كان يكفي القاضية في بطلان من دعا أنه شرط البخاري أول حديث المذكور فيه نعم ودع ابن حبان نقيض دعوه فقال إن رواية اثنين عن اثنين لأن ينتهي لا توجد أصلا قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن ما يسلم وأن صورة العزيز التي حررناها فموجودة لألا يرمي أقل من اثنين عن أقل من اثنين مثال ما رواه الشيخات من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هرية أن رسول الله صب الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث ورواه عن أنس القتادة وعبد عزيز بن سهيد ورواه عن قتادة الشعبة وسعيد ورواه عن عبد عزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة نعم يعني هنا فيما يتعلق بالحديث العزيز بعضهم ادعا وذكرنا هنا يشكون ابن حبان رحمه الله قال يعني لا يوجد الحديث العزيز لأصل قال إذا أراد بذلك أن يكون في كل زمن راويان فقط ربما نسلم ذلك وإن كان بعضهم وجد نموذجا لذلك قال أما إذا أخذ العزيز بما تفقنا عليه من معنى وأنه يكون ربما عدد رواته كثير لكن لا يقل عن اثنين إذا وجد في طبقة من الطبقات راويان فقط فهذا يتسمى عزيز قال فهذا موجود ودعوة ابن حبان يعني مردودة عليه وذكر لذلك نموذج حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده إلى آخره الرابع هو الغريب كيف نحكي علي إن شاء الله جمع جيد غريب سلام بسلام بسلام الحديث اشتركوا في القناة